أفواً إذا تريد تجيب لي يعني سوري آسفة على الكلام واحد ديكتاتور جديد مثلاً حتى نحتاج مرة ثانية تيجي لروسيا لأمريكا تحررني منها يعني اللي قبل شوية زميلي حجها نعم حاجي حجي بيان باقرة غلاق زين زين إذا أنت تجيب لي واحد راح يسوي بالبلد دستور موجود ملتزم بي فإذا ما عندك دستور قاعدة تلجم وتلزم القائد شي يقدر يسوي ش راح يسوي بيك وشبه الرئاسي أستاذ يونادم وشبه الرئاسي تدري يوم اللي يطالبون بالرئاسي يطالبون بالشبه الرئاسي بنفس الوقت هذا هم ديكتاتورية شبه الرئاسي ما يوصف بالدكتاتورية فقط نظام بزر الرئاسي الأمريكي شوية متوفقة متوفقة هم عندهم مشاكل لكن كثير أفضل لكن ثقافة المجتمع صدق ديمقراطية أنا يوم ما حجيت بالمجتمع الديمقراطي شوية ويكفروني قالوا لا 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 ما نقبل مجتمع ديمقراطي ديمقراطية يعني فقط مجرد انتخابات شون توصل حكم يعني بعد ما توصل حكم تعال طبق نظريتك طبق منهجك اللي هو اللي ربما يتناقض مع مبادئ الديمقراطية وهذا اللي صار ناس ما مؤمنة بالديمقراطية مثل ما قال احد الشيوخ المرحوم عبد الرحمن نقيب قال ما زال انت ديمقراط مغراطي احنا مغراطي بس قلنا شنو المغراطي من شرح لشنو الديمقراطية قال لا 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 مساواة ما مساواة كل عراقين سواسية ما يشير لازم شبير صغير فاحنا اليوم هالشكل مدى نقولها ما مؤمنين بالديمقراطية اخويا لو مؤمن فعلا بالديمقراطية يحترم الرأي الاخر الدستور لم يسمح في قتل المتظاهرين الدستور لم يسمح انت تترك بلا عيش بلا اكل الدستور قال كل شي ما موجود بالمانيا وفرنسا ودنيا وسويت لكنه ملتزمت بي انت